بسم الله إزاي يبدأ مشروع جديد على Asset Engine هقول له File New وبعدك هتبدأ في اختار من الوزر المنفل انت هتبت الشغل به وبعدك هتقول لنجس تختار اسم المشروع ها هو قول له Finish هتقدر يبدأ يعمل لي الملاخ هوت بس الفولدر دوت فاضي خالص مفيش اي اطلاط فيه لان اتشرفت اي مشروع من المشروع دي هتلاقي ان هو موجود في Asset في الروز في الحاجات دي كلها هتقدر تيجي هنا و تقول له مثلا انا عايز ابدأ تبدأ تختار الاسم و تقدر ممكن تعمل Search وتختار المكان هقول له Finish قبله يعمل لي Creation طيب ممكن مثلا الروز دي تبدأ تنقلها كده هتقطار هنا خلينا دلال بقى ده مخراج دي تقدر سم الطرق زي ما انت عايز بشكل دوت وبعدكده تبدأ تعمل Select من خلال Shift و تقول له مثلا دول انا عايز ابدأ اعمل Assign Rules تبدأ تختار الروز بتاعتك وبعدكده تقول له Generate تبدأ انشيرهم لي دي الروز اللي موجودة اجت الابراج دي تقدر طبعا تاخد رولز من اي مشروع من مشروعات تبدأ تسحب و تحط هنا في الرولز لو انت عايزت ان الحاجة من مشروع لمشروع صور اي حاجة تقدر تسحب ده الStandard ده الBuilding مثلا هيت تراح تسحب في الرولز تقدر تعمل Select وتقول له الرولز انا عايز اتغيرها مثلا لديت لديت زي ما انت عايز بالشكل دوت تقدر تبدأ بها تعمل خريطة للمكان اللي انت عايزه ده مشروع ايضا منه طيب لو عايزت خلص هتقول له مثلا عايز اعمل Export للملف دوت او Export للموديل او تعمل Share للملف دوت تبدأ تحدد Source و يبدأ مثلا لكيكولا تقدر شوف الانتداد دوت وتقول له ده اللي انا عايز اشاره